السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصرح من العبد من قناة دروس تعلمية online ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب جيمل الصف الثاني الاعدادي هنأخذ النهاردة unit 4 lessons 3 4 ندعم مع اول حاجة اهم بالكلمات باول باول كيميكال كيميكال كلي كلي كوين كوين ديزاين ديزاين فيجر فيجر جل ingredients mask mix necklace oil papyrus put ring repair tool vase كلمات إضافية additional vocabulary adult customer decide to door pill equipment accept accept mirror mosquito mosquitoes opening times opening times station station ticket office ticket officer ticket officer now the checkpoint جاب لي أربع كلمات في الليسل قدامنا في المربع ده وتلات جمل عايز نحط كل كلمة في المكان المناسب طبعا باعرف معاني كلمة الاقول اقرأ الجملة وافهم معناها وابدى اختار الكلمة المنازمة number one women لهم الايه السيدات جمع woman like to wear beautiful and expensive السيدات بتحب تلبس ايه جميل وايه غالي طبعا هنتكلم على necklaces اللي هي الايه العقد تمام number two rice and pasta are the main of koshari الأرز والايه والماكارونا بيعترهم ايه اساسي بالنسبة للكشري طبعا مكونات اساسية ingredients number three ancient Egyptians مصنون القدماء used for writing بيستخدمون الكتابة طعم بيستخدمهم papyrus الورق البردي تمام ناخد بعكده language expressions تعابيرات لغوية اول حاجة عندي look good يبدو جيدا التعابيرات اللغوية قلنا كلمتين بيجوا مع بعض او اكتر فلازم نكون عارف معناهم وحفظوا كويس جدا look good يبدو جيدا make bread يعد خبزا make food يعد طعاما البروبوزيشنز حروف القرب اول حاجة a ticket for تذكره لي go into يدخل keep away يبعد look around يتجول حوله protect from يحمي من what's on ماذا يعرض يعني ايه؟ يعني هزو لك what's on tv ايه اللي بيعرض في التلفازي مثلا take off يخلع ملابسه او يخلع حزاؤه thanks for يشكر على جايب لي check point كمان مرة ثلاث كلمات وجايب لي جملتين number one he had no raincoat to protect himself the rain هو ما عندوش البلط اللي هو بتاع المطرة عشان يحمي نفسه من المطر يبقى protect himself ايه؟ from يبقى اول حاجة number one from my mom always delicious food mama دايما بتعمل ايه؟ بتعمل طعام لذيذ يبقى ايه؟ يبقى mix امام ناخد بعكاية تصرفات العفعالة غير منتظمة cost 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 الثلاثة زي بعض يعني يكلف بيكلف فلوس معينة على حاجة بيشتريها draw drew drone hold held held ring rang rang ناخد بعكاية language news ملاحظات لغوية اول حاجة be made of يعني يصنع من خلي بلك be مقصود بيها اللي هو verbi to be am is are was where اللي هو فعلي يكون مدرع ومام be made of يصنع من المادة الخام موجودة لم تتغير لكن اكتب جنبها لم تتغير لكن be made from يصنع من برضو نفس المعنى بس المادة الخام تغيرت مثلا tables are made of food المنددة او الترابيزة مثلا مصنوعة من الخشب خلي بالك هنا هو الخشب تغير لا ما هو خشب برضو في الترابيز عشان كده لأم يتغير المادة الخام glass is made of from sand هنا بقى الزجاج مصنوع من الرمال المادة بتاعت الرمال تغيرت ايوان طبعا اذا هنا جبت made from number two ملحوظة التانية what is او what are اجيب الشيء واجيب made of يعني الشيء ده مصنوع من ايه لما عوز اسأل على المادة الخام what is the mirror made of المرأة مصنوعة من ايه الملحوظة التالتة what is او are was aware مدرع او مضي يعني واجيب الشيء واجيب used for يستخدم لي من اجل ماذا الشيء ده يعني ما قولك مثلا what were mirrors used for يعني المرأة كانت تستخدم من اجل ايه او ليه يعني ناخد بع كده vocabulary builder اول حاجة في definitions التعريفات coins عملات معدنية pieces of money made of metal يعني قطع من الايه من المال تستخدم ايه او مصنوع من المعدن figure شكل بشري a model of a person طبعا عندنا موذك لشخص mask القناع something people wear to cover or protect their face شيء الناس بتلبسه طبعا عشان تغطي او تحمي وشها necklace عقد او قلادة jewelry مجوهرات you wear around your neck اللي بنلبسها حولها رقبتنا tool اداة a piece of equipment you can use to make or repair things يعني ايه يعني احد المعدات بنستخدمها عشان ايه نصنع او نصلح بها الاشياء يبدأت tool اداة vase ظهورية a put ايناء use for holding flowers بنستخدمها عشان نشيل فيه الظهور او تحمل الظهور يعني الكلمة والمراضة في فتاحها كلمة huge ضخم بتسوي large او very big كبير الحجم طب الصافيكس بقى الحروف اللي بضفها في اخر الكلمة كلمة equip معناها يعد او يجهز ديها تفعل لما ضف لها m e n t حاولنا الفعل اللي اسم اصبحت equipment معدات بعد كده ال prefix حروف اللي بضفها فاول الكلمة un لما ضفها لو الكلمة بتدي عكس المعنى يعني popular شعب او محبوب لما ضف لها u n بقت unpopular غير شعبي او غير محبوب ناخد الشيك بوينت الثالث عندنا دلوقتي number one choose what is wood used a الخشب يستخدم لإيه يبقى used for من اجل ايه تمام number two bread is made flour الدقيق يصنع سوري الخبز يصنع من الدقيق طبعا هنا ايه made of ولا from طبعا اتو انتو مش هينفعهم طبعا made from ليه لان المادة التائد ايه اتغيرت تمام number three to against the opposite of popular we add the prefix عشان نحصل على عكس كلمة popular بندفلها ايه في اولها طبعا نضفلها u n but unpopular غير مشهور ناخد بعد كده reading and listening skills مهارات الايه القراءة والاستماع اول نص عندي هنا احمد بيتكلم بيقول ايه last tuesday الثلاثاء الماضي i went to the museum of Islamic art انا رحت متحف اللي ايه الفنون الاسلامية او المتحف الفن الاسلامي with my family مع امين مع اسرتي while we were waiting to go into the museum بينما احنا كنا منتظرين عشان ندخل المتحف i saw my friend امير شفت زميلي امير with his mom and dad مع باباه ومامته while my parents were paying the tickets بينما الولادين بتوع كانت بشر التذاكر امير and i decided what we wanted to see first انا او امير قررنا هنعمل ايه او احنا محتاجين ايه في الاوم while we were looking around the museum بينما احنا منتجاول في المتحف امير and i found some tall doors شفنا انا امير يعني بواب كبيرة عالية قوي with amazing designs وفيها تصميمات رائعة on them عليها they were very interesting كانت ممتعة جدا so i wanted a photo فانا كنت عايز التقط صورة i put my bag on the floor انا حطت الشنطة بتاعت على الارض while i was taking the food وانا بلتقط الصورة we stayed in the museum for 2 hours before we went home يعني عادنا في المتحف ده تقريبا ساعتين قبل ايه من روح while we were traveling home بينما احنا كنا زاهبين بقى ومسافرين راجعين للمنزل امير found me امير التصل بيا he had my bag شنطة بتاعتي معاه i left it in the museum انا سبتها في المتحف we got home an hour later روحنا بعد كده بساعة امير arrived while i was taking off my shoes امير وصل وانا بخلع الحزاء بتاعي he gave me my bag ويداني الشنطة بتاعتي النص التاني بيقوله هنا objects from Egypt's past يعني اشياء من مصر القديم او مصر في الماضي يعني objects from the past can help us to understand what life was like many years ago هزلك الاشياء اللي من الماضي ديت بتساعدني نفهم شكل الحياة كنعمل ايه من سنوات عديدة they can also show us that we use many of the same objects today وطبعا بيعرفونا ويرونا ان احنا بنستخدم اشياء عديدة من هزي الايه او يعني بنستخدم اشياء كتيرة من تعلقات في الماضي يعني بنفس الطريقة the same way بنفس الطريقة in ancient Egypt في مصر القديمة many people use the mirrors ناس كدير بيستخدم المرآة to help them paint around their eyes عشان تساعدهم يلونهم حوالين عينهم زي الكحل والحاجات ايه والمكياج وكده this was not just to make them look good بس ده ما كانش عشان يخلي شكلهم حلو بس the paint helped to protect their eyes for the sun الالوان اللي كانوا بيحطوها ديها زي الكحل مثلا كانت بتحمي انهم من الشمس and kept away insects وكانت بتبعد عنهم الحشراء the mirrors were metal and had interesting designs المرآة مكادش زجاج زي دلوقت ده كانت معدن بس معدن يعني شفاف كده او نقي بيخليك تشوف ايه انعكاس صدوق عليه يعني او انعكاس هو الشك عليه يعني had interesting designs وكان عليه ايه تصميمات جميلة where do you have mirrors in your home طبين تبع المرآة موجودة فين في المنزل بتاعك the ancient Egyptians used boots and bowels المصنوع القدامة كانوا بيتخذوهم ايه؟ يعني اواني يا boots and bowels وسلطنيات for making food such as bread عشان يعملوا خبز زي الايه؟ عشان يعملوا طعام زي الخبز these objects were made of clay الاشياء ده كانت مصنوع من ايه؟ من السلصال او طين السلصال which came from the river nile كان بيتيجي طبعا من نار النيل سلصال ده while some people were mixing ingredients for bread and bowels بينما بعض الناس كانوا بيخلطهم مكونات بتاع الخبز في الايه؟ في السلطانيات يعني other people used the largest stones to mix the ingredients ناس اخرى او ناس ثانيين بيستخدموا للصخور عشان يخلطهم المكونات ديه في السلطانية how do we make bread today؟ واحنا بنعمل الخبز ازاي دلوقتي طريقة مشابها بردن الفكرة الاخيرة ancient Egyptians liked playing games like senate المصنون القدماء كانوا بيحبوا يلعبوا ألعاب زي كلمة او زي لعبة السنت senate boxes have 30 squares لعبة السنت زي ما انتشوا فين في الصورة كده كان لها 30 مربعة this box is made of food سندقوا مصنوم الخشب and is about 3500 years old عمره 3500 سنة some people didn't have senate boxes بعض الناس ما كانش عندهم سندق للاعبة السنت دية but they still play the game لكن ما زالوا بيلعبوا اللعبة they drew the squares on the floor كان بيرسوم المربعات على الأرض what game are popular in Egypt today؟ ايه بقى الألعاب الشعبية والمشهورة في مصر دلوقتي؟ جندلوقتي دورنا معا حل اسئلة على الجزء الخاص بكلمات number one not are pieces of money made of metal ديت طبعا ايه قطعة من المال مصنوعة من المعدن اللي هي ايه؟ لها العملات المعدنية coins number two the ancient Egyptians used not and bowels for making food مصنون القدماء استخدموا ايه؟ وكمان السلطانيات زي ما قلنا عشان يعملوا فيها الطعام طبعا boots and bowels الاواني والايه والسلطانيات number three she not the ingredients in a big bowl طبعا ingredients ingredients اللي هي المكونات في بيكبا والسلطانية كبيرة بيعملوا ايه؟ بيخلطوها هيبقى mix it letter c number four a note is something people wear to cover or protect their faces شيء الناس بترتديه عشان تغطي او تحمي وشها هيبقى ايه؟ طبعا بنكلم على mask اللي هو ايه؟ اللي هو ورق البردي تمام number six while we were looking the museum we met some tourists بينما احنا كنا بنتجول في المتحف يتجول يعني ايه؟ طبعا look around the letter c number seven we saw some tall doors with amazing on them نشوفنا بواب طويلة او عالية يعني طويلة فيها amazing ايه؟ طبعا amazing designs فيها تصميمات رائعة ومذهلة number eight we should our shoes before we enter المفروض قبل ما ندخل البيت مثلا بنعمل ايه في الحزاء بتاعنا take off يعني يخلع number nine rana looks at that to see herself in the new dress طبعا رانا نظرت لي ايه؟ عشان تشوف نفسها بالفستان الجديد طبعا هتبص للمرأة هي ايه؟ mirror number ten ancient Egyptians painted their eyes to keep insects مصرين القدماء يعني bent their eyes بيقوموا بتلوين عينهم يعني to keep طبعا عشان يبعيدهم الايه؟ الحشرات يبعينها keep away insects number eleven the shop is very crowded today المحل مزدحم جدا اليوم there are many يوجد العديد من ايه؟ طبعا there are many customers زبان كتير number twelve a note is a piece of jewelry you wear on your finger قطعة من المجاهرات بتلبسة حول ايه؟ صباعك ده اسمه ايه؟ لو الخاتم يبقى ring number thirteen this watch doesn't doesn't not much money but it's good الساعة ديت مكلفتنيش كتير لكن انها جيدة طبعا doesn't cost لا تكلف فلوس كتير تمام؟ نكمل تمرين اضافية number one these bowels are made off والله الاوانة ديت او السلطانية ديت مصنوعة من ايه؟ طبعا مصنوعة من clay لوطين السلصال number two miss amal used to wear a gold around her neck miss امل طبعا اعتادت انها ترتدي ايه ذهب حول رقبتها؟ طبعا هل انترتدي نيكلس لو العقد او القلادة الزهبية number three a or an not is a model of a person ده طبعا ايه؟ نموذج لشخص طبعا بنكلم على كلمة figure تمام؟ figure يعني ايه؟ يعني شكل وقلنا بشري يبقى هنا figure number four the put الايه؟ used for holding flowers is cold اللي بيستخدم عشان يحمل الظهور بنسميه ايه؟ طبعا بنسميه فاز اللي ايه؟ الظهورية number five we need to our computer it doesn't work احنا عايزين نعمل ايه في كوميتر بتاعنا؟ لانه مش شغال يبقى we need to repair our computer نصال لحكوميتر بتاعنا number six we know to visit the museum of Islamic art احنا معتاجنا نزور المتحف بتاعليه الفن الاسلامي يبقى هنا طبعا we decided احنا قررنا to visit نذكرنا نزور تمام number seven the nearby shop المحل المجاور is open طبعا مفتوح everyday كل يوم friday كل يوم والجمعة يبقى ممكن يقول لي ما عادة الجمعة هي ايه؟ except friday number eight which program is tonight؟ اي البرامج اللي هنعمله النهاردة بالليل او يُعرض النهاردة بالليل احنا قلنا which program is a is on يبقى letter a number nine thank you your help شكرا لمساعدتك يبقى thank you for your help number ten my mother uses healthy not when she cooks ماما بتستخدم إن صحي لما تطبخ طبعا بتستخدم مكونات صحية يبقى ingredients number eleven she paints around her eyes to good يعني يبقى تلون حولين عينها عشان ايه؟ عشان يبدو على شكلها كويس يبقى ايه؟ to look good احنا قلنا زي الكحل والمكياج مثلا number twelve he wants to take the train so he want أو he went to the early طبعا عاوز هيستقل القطر يعني عشان كده هو زهب ايه؟ راح فين بدري؟ طبعا هيروح المحطة يبقى station letter a number thirteen a knife is a that we use for cutting things السكينة تعتبر ايه؟ بنستخدمها عشان نقطع بها الاشياء طبعا ديت اداء من المعدات يبقى هنا ايه؟ tool تمام جيدوا رون دلوقتي مع الجزء الخاص بgrammar the زمن الماضي المستمر the past continuous tense اول حاجة طبعا الماضي المستمر بيستخدم عشان نعبر عن احداث كانت مستمرة في وقت محدد في الماضي ركز معايا احداث كانت ايه؟ مستمرة وحد دلوقت ايوة في وقت معين في الماضي مثلا علي كان مستمر في لعبة كرة القدم طول اليوم بالامس دينا وحسام كانوا مستمرين في لعبة التنس الساعة عشرة ونص بالامس اذا الماضي المستمر من المثالين دول بيكون من ايه؟ was aware زائد الفعل زائد ايه؟ i energy طبعا وز بتيجي مع اي هي she it او اسم مفرد وير بتيجي مع يو وي زي او اسم جامع زي ما قلنا كلام ده قبل كده كتير مثلا i was او wasn't لو هاجبها منفية playing football انا كنتم مستمر في لعبة كرة القدم they were awarent swimming هما كانوا مستمرين في السباحة لو هاسأل هاجب was aware قبل الفاعل بقت was aware اجب ايه شي ات يو وي زي او اسم مفرد او اسم جامع او اجب فعل في energy هنا معناها هل was i a sleeping هل اه كانت مستمر في النوم لو كانت مستمر في النوم هقول yes she was لو هنفي no she wasn't were they watching tv هل هما كانوا مستمرين في مشاهدة التلفاز لو كانوا مستمرين yes they were مش 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 لو هاجب بالاجاب مثبت هقول yes they were لو اجابة منفية no they weren't لو هكون سؤال بادات استفهام هاجب ابل was where ادات استفهام was aware والفاعل سواء مفرد او جامع هاجب فعل في energy مثلا what were you doing at 5 yesterday ماذا كنت مستمرين في فعله الساعة الخامسة بالامس i was playing football كنت بلعب كروت قدم زي ما احنا عارفين كل زمن ليه كلمات بتدل عليه while as بينما او اثناء وكلمة when عندما بنجيب when as while للتعبير عن حدث كان مستمر في الماضي لو لماذا مستمر حين قطعه حدث اخر يبقى ماذا بسيط انت عندك كم حدث دلوقتي اتنين ماذا مستمر وماذا بسيط وطبعا القادة بتاعتنا بنجيب while او as في الاول وبالترتيب ماذا مستمر وماذا بسيط مثلا as we were walking into the museum بينما احنا كنا بنمشي في المتحف we saw some old statues شوفنا ايه بقى تماثيل قديمة ايه الحدث اللي كان مستمر احنا كنا مستمرين في المشي ايه اللي حصل فجأة شوفنا تماثيل قديمة while i was reading my book بينما انا كنت مستمر في كراءة الكتاب بتاعي the phone rang ايه اللي كان مستمر الكراءة ايه الحدث اللي قطع الكراءة ان تليفون ران ممكن اجيب while واس في النص ايه بس هيجي بعدها ماذا مستمر وقبلها ماذا بسيط يبانا عكس القاعدة هنا المهم while واس بعدها على طول ماذا مستمر مثلا grandfather arrived while mom was cooking يعني جد وصل بينما ماما كانت تقوم بالطهي i put my bag on the floor انا وضعت الشنطة بتاعتها على الارضية as i was taking a photo بينما انا كنت بالتقط صورة ممكن اجيب when فاقوله جملة بس هغير القاعدة المراضي ليه هجيب بعدها ماذا بسيط وبعد كده ماذا مستمر اذا انت من كنت تقول ان القاعدة بتاعتها عكس القاعدة while واس when a trend عندما كان الجو بيمطر i was cycling to school انا كنت مستمر في الزابق المدرسة بالدراجة ممكن اجيب when في النص ايوة يبقى قبلها ايه كده كده وراها ماذا بسيط ده اول حاجة يعني زي ما ويل بيجي بعدها على طول ماذا مستمر وين بيجي بعدها على طول ماذا بسيط وطبعا الزمن التاني يبقى ماذا مستمر خلي بالك ان ده ممكن تقول ان الماذا المستمر حدث طويل والماذا البسيط حدث قصير فمثلا my father was reading a book when my mom called him بابا كان مستمر في قراءة كتاب لما ماما اتصلت به خلي بالك بقى ملحوظة هنا اذا كان الفعلين مستمرين في نفس الوقت بنجيب اللي اتنين ماذا مستمر يعني الجملتين ماذا مستمر يبقى while ماذا مستمر ماذا مستمر مثلا while i was studying بينما كنت بذاكر ومستمر في المذاكرة my mother was cooking dinner ماما كانت تقوم بطهي الطعام يبقى الحدثين مستمرين في نفس الوقت ممكن احذف الفاعل واجب بعد while فعلي بس شرط الفعل يكون واحد في جملتين يعني ايه يعني اللي قام بالحادث الاولاني هو اللي قام بالحادث التاني while playing i fell down بينما او اسناء اللعب انا وقعت من اللي كان بيلعب انا اللي كنت بيلعب من اللي وقعت انا اللي سقطت على الارض يبقى الفاعل واحد في الجملتين جدرنا بقى مع حلة اسرعة الجزء الخاص في grammar number one علي يعني ازة او جرح دراعه لما كان هو مستمر في لعب التنس خلي بالك while بيجي بعدها زي من مضم مستمر اللي هو بيكون من ايه برافو was aware and energy يبقى هنا علي هيبقى او he تبقى was playing number two as i was reading the book بينما كنت مستمر في قرات الكتاب the phone التليفون ايه التليفون run يبقى هنا التليفون هنا ده حدث طارق حدث قام بقطع الحدث اللي كان مستمر يبقى هنا هتبقى rank خلي بالك لازم ان تكون عارف تصرفات الافعال كويس number three my mother was cooking not my father came ماما كانت مستمرة في الطعي عندما ازيب لك لما بابا جيه من الشغل مثلا يبقى my father came ده مضي بسيط بسيط ايه اللي بيجي بعده مضي بسيط طبعا when number four two men not when he trained heavily يعني اتنين من الرجالة كانوا مستمرين في العمل لما جو مطر بغذارة خلي بالك هنا تهجب مضي مستمر يبقى ايه where were working يبقى لي ترضي تمام number five while he was running بينما هو كان مستمر في الجاري he down هو سقط على الارض while he was running مضي مستمر ايه الحدث اللي قطعه مضي بسيط المضي من فول هيبقى fill تمام number six while we were not for the bus i saw my friend امير بينما احنا كنا منتظرين لوتو بيس انا شوفت زميلة امير الحدث اللي كان مستمر was our one in g يبقى waiting letter c number seven while i was watching the final world cup match بينما انا كنت مستمري في مشاهدة مباراة نهائي كاس العالم mom a cake ماما في الوقت ده كانت بتعملينا كيكة يبقى ايه يبقى was making ايه بقى الحدثين كان مستمرين في نفس الوقت number eight not sleeping when his father arrived خلي بقى ما جابش هنا فاعل فانت ممكن تعمل ايه وده سؤال خلي بالك فانت كده هتجيب سؤال بفعل مساعد وكمان معها فاعل يا ترى he was he was غلط وهي دت غلط لان السؤال ما يبدأش بهي يا ترى did he ولا was he لو قلنا did هقول did فاعل مصدر ده جاب له ايه ايه جيب يبقى الحل الصحي لترى b was he number nine we were talking the accident happened هكونا مستمرين في الكلام لما الحدثة حصلت طبعا واحد يقول لي يا مصر while while man فحش ده جاب لك از ويل ودول بيجوارهم ايه جيب اذا هتبقى when لترى d سؤال التاني complete صح الكلمة اللي بينك وسين he have lunch at four bm ياسر day جاب لك اولا سؤال وجاب لك وقت معين في الماضي يبقى عايزك تجيب سؤال في زمن الماضي المستمر طيب كلمة he هتاخد ايه مفروض تاخد was تمام يبقى اول حاجة اكتب was عشان ما نساش الاول كده واحدة واحدة was بعد كده طيب الفاعل هيبقى he وكلمة have هاجبها فيها ايه طبعا بحث في الايه لما اضف ing يبقى was he having number two what were you doing when i for you ماذا كنت تفعل عندما اتصلت بيك يبقى هنا فون هتبقى ماضي بسيط يبقى هنا فوند number three as we not walk into the museum we saw some huge statues يقولك بينما احنا كنا بنمشي في المتحف شوفنا تمثيل ضخمة جدا يبقى ازا الحادث المستمر كنا بنمشي يبقى we were واجب بعد كده walking تمام number four i not do my homework when my sister called me انا كنت مستمر في عمل الواجب لما اختي اتصلت بي برضو ماضي مستمر يبقى was doing تمام number five ياسر ده اتصري انبارح الساعة 3 وقت محدد في الماضي I make dinner يبقى I was making dinner يا مصر طبيعيا فعقول لو ما كانش جاب لك اتصري قال لك ياسر ده بس كنت تنفع لكن اتصري هنا خلتنا جيب ماضي مستمر number six يعني بابا كان مسامر في المشي في الحديقة لما تجوا بدأ يمطر برضو ماضي مسامر يبقى was walking نكمل بعكية تمرين إضافية number one اللي كنت بتعمله الساعة عشرة مبارح بالليل الليلة الماضية خلي بالك بدا سؤال يبقى what were you doing ماذا كنت مسامرين في عمله يبقى ليتر ايه what were they doing number two while not my homework I slipped بينما أنا كنت باكم بعمل واجب طبعا ما جابش هنا فاعل بدل ما جابش فاعل يبقى مشين في عجب was ولا where يبقى جب فاعل فايني جي تمام يبقى أثناء عمل الواجب أنا نمت number three سناء سمع الضوضاء بينما هي كاد بتشاهد الفيلم يبقى هنا while لأن while بيجو رامض مستمر وقاب لها مضو بسيط number four when I walked into the room قولك عندما كنت بامشي وداخل الحجرة everyone كل واحد كان ايه كان مسامر في العمل يبقى was working ونجي بعدها مضو بسيط وزمن التاني مضو مستمر number five while nada not to school she saw a famous player بينما نادا كانت يعني مسامر في المشي لمدرسة شافت لعب مشهور إذن بعد while بيجو مضو مستمر يباوزه الانجي تمام was walking number six as كريم not photos he lost his phone بينما كريم كان بيلتاقت صورة فقد التليفون بتاعه إذن هنا as بيجو بعدها مضو مستمر he was taking photos number seven amir not home while i was playing video games on his laptop amir can أو وصل للمنزل لما أنا كنت مسرف لا بألعاب كمبيوتر على الجهاز لابتوب بتاعه يبقى هنا ايه amir arrived ماذا بسيط ليه جاب لو ويل في النص بعدها مضو مستمر يبقى لها ماذا بسيط number eight we were playing tennis when tamir his ankle قول لك احنا كنا بنلعب تنس لما tamir نزول لك يعني جرح الانكل بتاع رجله يبقى ايه يبقى هنا وين بعدها مضو بسيط يبقى hurt ليه مصر hurt ماش ماضي لا the hurt اتصرفتها ثلاثة زي بعض hurt 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 فدية مضو بسيط فعلي غير منتظم number nine why was he not yasr the evening هو ليه كان هو بيعمل ايه امبارح بالليل يبقى studying ممكن يكون عنده امتحان بقى كان مسمر في المذاكرة number ten I was going to school أنا كنت ريحي مدرسة when you me لما انت شفتيني وين بعدها مضو بسيط المضو من كلمة see هيبقى saw تمام complete صحي كلمة البنكوس he was having a shower وكان مسمر في ايه في اخذ دوش while someone knocked on the door لما شخص ترق على الباب اذا هنا knocked مضو بسيط يبقى اجيب ايه يبقى اجيب هنا وين تمام number two I was sweet the floor when I hear the noise أنا كنت ايه بامسح الارضية باكنو في الارضية لما سمعت ضوضاء طبعا بعد was بالمضو المستمر هاجيب ايه هاجيب فعل في ing تمام يبقى sweeping number three my dad fell off while he paints the wall بابا يعني سقط على الارض بينما كان مستمر ايه بابا سقط على الارض بينما كان مستمر في ايه في طلاق الحائط يبقى هنا he هاجيب بعدها was هاجيب بعد كده painting تمام number four i was reading a book while mom cook احنا الاتنين كنا مستمرين في كل واحد بعمل مستمر في حاجة معينة يبقى كنت باقرأ كتاب لما ماما كانت بتطهيب i was وبعدها cooking تمام number five the girls البنات were going to the club when the storm began البنات كانوا مستمرين في الزهب لنادي لما العاصفة بدأت الماضي من begin هيبقى ايه هيبقى بيجان الماضي تمام number six they were drinking coffee when you arrived انا عايز اجيب سؤال هل بالتالي مش هقول they were هقول ايه عكس يبقى where they هل هم كانهم drinking coffee لما ايه لما وصلهم تمام جدوا ندلوقتي مع skills مهارة ال speaking هنا طبعا بيقول لي asking for information on the phone ازاي تطلب معلومات او او تسأل عن معلومات يعني على ايه عبر الهاتف اول حاجة هيجيب لي الموقف situation response ورد علي لم يقول لي how can i help you كيف يمكن المساعدتك طبعا ممكن ارد عليها اقول له i'd like to know what time is the museum is open لو ناسأل مثلا على موعد فتح وغلق المتحف اقول له اود معرفة موعد فتح المتحف بتاعك وامد لو هسأل على موعد فتح الاماكن اقول له can you tell me what time is the museum is open اوبن هنا ضيط صفة مش فعل يعني عايز يعرف هل يمكنك ان تخبرني عن موعد المتحف فالرد عليه قال له it's open daily from 8 am to 3 pm بيفتح من 8 صباحا لتلاتة مساء لو هسأل عن السعر او الثمن بتاع التذكرة i'd like to know how much a ticket for two adults and one child is please عايز يعرف يعني كم تبلغ تكلفة التذكرة اللي طبعا اتنين كبار adults بلغين and one child وطفل فرد عليه قال له it's 20 pounds for adults 20 جنيه الكبار children under 5 are free والاطفال تحت خمس سنين بيدخولوا مجانا نحل بقى محادثة على الجزء ده وزي ما احنا متعودين اول حاجة باكتب خطوات تكون السؤال جنب المحادثة عشان اطبع على تطبيق عملي ادت استفهام فاعل مساعد فاعل فاعل اساس تكمل خطوة تانية اقرأ العنوان بتاع المحادثة عشان اعرف يتكلم على ايه واللي هنا زيكت اوفيسر للموظف بتاعها ايه بيع التذاكر trying to help كريم بيحاول لساعد كريم من خلال مكالمة تليفونية فبهنا طبعا الخطوة التالتة بقرأ المحادثة بالكامل عشان اعرف تفاصيل الحوار الخطوة الرابعة ابدأ بعد كده اقرأ المحادثة كمان مرة وحل سؤال واجاب هنا طبعا تيكت اوفيسر بيقول له هالو كايرو تاور هاو كانا هالبيو زي ما بقول لك مثلا ايه مرحبا معاك بورج القاهرة ازاي قدر ساعدك طبعا كريم ورد عليه بسؤال قال له هاي ورقال له جملة هنا فطبعا هنا التيكت اوفيسر اللي هو مظهر في تذاكر قال له احنا بنفتع من تسعة صباحا الى عشرة مساء فهنا ممكن يقول له ايه انا عايز اعرف في الوقت اللي بورج فيه بيبقى مفتوح فقال له من تسعة لعشرة مساء كريم سأل او قال جملة تانية فالتيكت اوفيسر قال له بالطبع قال له طبعا الكبار بيدفعه خمسين جنيه ولو اطفال تحت اتنشر سنة بيدفعه خمسة وعشرين يعني تريبا نص التذكرة فهنا طبعا كريم هنا عايز يعرف تامن التذكرة كام خلي بالك ومش عاوز السؤال عشان الناس تقول انا مش عارف اجيب غير السؤال لا هاتي السؤال ده بس تفسغط جملة خبريه اقوله ازاي خلي باك وعمل ايه انا هنا قلت ابدأ ان اعرف وجبها داتي لا تفهم هاتيكت يبقى انا عبدال لو سؤالي خلي بالك هقول هاتيكت جبتا كملة خبرية بجيب اتيكت الاول وبقى كده وكبت كلمة لانه ده طلب بعد جده كريم سأل للمرادس وقال فاتيكت وفصر قال له شور بالتأكيد ايه طبعا تقدر تشتري تذاكر اونلاين اي شيء اخر اي خدمة تانية فاكد طبعا هو هيقول له هل انا ممكن اشتري التذاكر اونلاين طب خلي بالك هنا بقى انت المصر هون هقول هل ازاي اقول لك لان كلمة شور عاملة زي كلمة ياس بنفس المعنى وكأنها ياس قلتو شو بيس او نو فهين هاشتو بشور يو كان هعكسها تبقى كان اي وكمل كان اي باي ممكن اشتري التذاكر يعني اونلاين قال له طبعا اي شيء اخر اي خدمة تانية سأل سؤال تاني كريم بالطبع ممكن تجيب الكاميرا بتاعتك معه فنفس الكلام برضو عاملة زي اس او نو فباشر بيس او نو واعمل مقصبين الفاعل والفاعل المساعد يو كود هتبقى كود اي واكمل فاقول اي ممكن اجيب الكاميرا بتاعتي معايا قال له بالطبع في الاخر طبعا كريم قال له نقط جود باي اكيد طبعا هي ايه هتشكره فيقول له ايه تانك يو وبعد كده قال له جود باي تمام ناخد بعد كده الجزء الخاص برايتين قولك رايت اترايت اكتوب بطريقة صحيحة جايب له زي ما قولك كل مرة بيجيب لعلمين هنا بعض النصائح خاصة بالكتابة اول حاجة نقول لك قبل البدء في الكتابة يجب ان تبحث عن افكار مرتبطة بالموضوع بدي نقطة مهمة جدا افكار مرتبطة بالموضوع ازاي بقى نكتب عن المنازل بتاعتنا اليوم جايب لك بعض الافكار مثلا واجيب صفح كلم عن المنازل بتاعك اشياء كترة بنستخدمها في المنزل هنجيب اسم الشيء المستخدم بنستخدمه عشان ايه الشيء تجيب جنب الشيء ده مسلا هو بيجيب لك هنا افكار انا بحب المنازل بتاعك كتير جدا وجاب لي هنا نموزج الايميل بيكلم على موضوع خاص بايه اقرأه خذ منه افكار بحاول تكتب باسلوبك انت انا ما بحبش حد يحفظ الايميل او البراغراف حاول تفهم وتكتب باسلوبك جايب لك forum to subject من الى و جايب لك الموضوع دي خطاة الايميل هاي ونجيب اسم الشخص اللي بكلمه هاوريو كمقدمة اي وانتو تتيل يو اباوت انا عايز اكلمك عنه وتبدأ تتكلم كأنك بتتكلم في براغراف عادي جدا وفي الاخر ويكتب اسم الراسل جاي دورنا دلوقتي مع اختبر نفسك جايب هنا على درسي 3 و 4 جايب لك قطع الاول هنقرأه ونحلع لها اسئلة there are so many places of interest in Egypt طبعا فيه اماكن كتيرة جدا محل اهتمام بالنسبة ايه للناس في مصر there are also a lot of important places in history يوجد العديد من الاماكن المهمة في التاريخ everyone should visit these historical places in Egypt كل واحد يجب ان هو يزور الاماكن التاريخية اللي في مصر that helps us to know more about our beautiful country وطبعا ده بيساعدنا نعرف حاجات كتيرة عن بلدنا الجميلة last week لسبوع الماضي I visited the citadel in Cairo أنا زرت ايه القلعة في القاهرة it's an important monument طبعا ده اثر ايه مهم جدا اثر مهم جدا it has very tall towers لها طبعا ابراج عالية جدا I saw them from a long way شوفتهم بعيد قوي صلاح الدين built it to protect Cairo صلاح الدين كان بنى القلعة عشان يحمل قاهرة it took 8 years to complete استغرق منهم كان 8 سنوات عشان تكتمل بناء القلعة I visited many museums and mosques here or there لو نظرت متاهف كتيرة ومساجد هناك I hope to visit it again one day اتمنى نحن نزورها مرة اخرى في يوم الايام I am also going to visit the museum of Islamic art next week انا كمان هزور اللي هو متحف الاسلامي او متحف الفن الاسلامي اللي زور القادم it's a very important place لما كان مهم جدا where you can see a lot of things of the Islamic period ممكن تشوف اشياء كتيرة من الفترة او الحكبة الاسلامية it's open from 9.30 am to 6.30 pm بيفتح من 9.30 صباحا الى 6.30 مساء everyday except Friday كل يوم طبعا بيفتح معدو بالجمعة I hope I will have a good time there والله اتمنى ان نقضي وقت جميل وجايد هناك اول سؤال عندي suggest a suitable title for this passage اكترح عنوان مناسب للقطعة ديت ممكن اقول ايه ربعا ممكن اقول historical places in Egypt اماكن داريخها في مصر سؤال الثاني do you think the writer will enjoy his time in the museum of Islamic art هل تعتقد ان الكاتب ممكن يستمتع بوقته في متحف الفن الاسلامي ممكن اقول هنا ايه yes I think the writer will enjoy his time there why did صلاح الدين build the citadel طب هو ليه صلاح الدين بنى القلعة لما ترجع للقطعة هتلاقي موجودة بالنص اللي مالك انه بيبنى عشان يحمل قهرة فممكن اقول ليه صلاح الدين built the citadel to protect Cairo طبعا عشان يحمل قهرة بعد كده اختيارات بقى number one او number four the citadel in Cairo is طبعا القلعة بتاعت القهرة تعتبر ايه طبعا قادمة جدا ancient تمام number five you can visit the museum of Islamic art ممكن تزور المتحف بتاع الفن الاسلامي ادي ايه طبعا هو طبعا اللي بينفتح كل يوم مع داوم الجمعة اذا كم يوم في الاسبوع تمام بس 6 days a week 6 ايام في الاسبوع طبعا دا سؤال معتمل على الفهم number six the underlying word there refers to كلمة there تشيري للا ايه طبعا بيقصد بيها يعني للقلعة ولا المتحف الاسلامي ارجع للكطعة كذا بقولك ايه I will have a good time there انا اتمنى ان اقضي وقت كويس هناك وكان بكلام قبلها على المتحف الاسلامي اذا الحل الصح هنا هيبقى ايه هيبقى the museum of the museum of Islamic art تمام المتحف بتاع الفن الاسلامي نحن اللي بقى كده سؤالة number one ancient ancient Egyptians made boots clay المسلمين قدماء يعني بيعملهم الاواني من ايه من الطين السلصالي بقى made boots of تمام نقوم بصنعه من ان هنا المادة الخاملة متتغير number two this chemical helps keep mosquitoes المادة الكميادية بتساعد ايه انها تبعد اليه النموس يبازا keep away تمام number three girls prefer to wear modern clothes too good البنات بيفضلهم يرتدهم الملابس الحديثة to to هنا معناها لكي ليه بقى لكي يبدو شكلهم جيد يبقى to look good تمام number four then what is a piece of equipment احد المعدات you can use to make or rebirth things استخدمها عشان تصلح شيء او تعمل شيء طبعا انا بتكلم على ايه tool الاداة تمام يبقى letter c number five i bought an oil to put flowers in it والله انا اشتريت ايه عشان اضع فيه الظهور طبعا ايه هتضع الظهور في ايه طبعا vase تمام لها الظهورية number six the ticket officer اللي هو ايه الموظف في تحت ذاكر size يقول children seven are free طبعا عايزوا لكن الاطفال تحت سبع سنين بيدخلوا مجانا يبقى ايه يبقى under seven number seven in ancient Egypt many people use the mirrors do not around their eyes في مصر القديمة ناس كتير استخدمت المرأة عشان ايه طبعا عشان زي بيقولهم يعني يلونهم او يرسومهم حوالا ايه العيون بتاعتهم اللي حلون عليه المكياج او الكحل وهكا زي بقى يبقى paint number eight while he not a shark attack بينهم هو كان بيعمل ايه طبعا القرش هاجمه ازا ان هو كان مستمر بفعل شيء معين تمام بعد هي هجيب بغضا مستمر ووز اوير والآين جي يبقى ليطر ايه لانما هو كان مستمر في السباحة اللي رشي هاجم عليه number nine i was sleeping when someone into my room violently ولكن انا كنت مستمر في السباحة لما شخص ايه اقتحم الحجرة بتاعتي يعني ايه بقوة زي بقولهم ازا هنا هتبقى جايب لي when قبلها مواضي مستمر يبقى بعدها مواضي بسيط يبقى هنا broke broke into واقتحمه number ten علي كان مستمر ان هو بيقوم بغسل اسنانه لما بابا كان ايه خباك when جايب لها مواضي مستمر يبقى بعدها برضو مواضي بسيط يبقى هنا came لطربين سؤال الثالث complete اكمل انصح كلمة بين قسين while we not study the light went out بقى ناوة احنا كنا بنذاكر النور ايه يعني اقطع زي بيقولهم طبعا وي هنا هيجيب بعدها مواضي مستمر يبقى where وكلمة study هجيب منها ايه الفعل في ing تمام يبقى while we were studying the light went out ناوة ايه what were you doing when i phone you انت كنت بتعملي لما انك ايه تصلت بك بالتلفون طبعا فون هعمل فاقية هجيبها في الماضي بفون ماضي بسيط ناوة ايه they clean their house all morning yes or they وين اجيب لي سؤال لان في الاخر عامة استفاة طبعا هجيبه في زمن الماضي المستمر عشان جاب لي all morning طول اليوم مبارح الصبح تبتالي هنا بتكلم على ايه سؤال هبدأ تمام يترى جيب وز ولا وير الفعل عندي they يبقى انا جيب ايه اقول طبعا يبقى انا ابدأ بأول حاجة كلمة ايه بعد كده they او عتنسى بعد they هتقول لي عشان يبقى ماضي مستمر يبقى الحل بتاعي where they cleaning their house هل هم مقام وبتنزف منزلهم number four هي نقط meet a lot of people while he was working in London صبعك ان هو قابل بعض او الكثير من الناس لما كان بيعمل في لندن طبعا هجيب هنا was وبعد كده الفعل في انجي يبقى ايه يبقى was meeting تمام يبقى هنا was meeting او كتب ايه من 90 كلمة احنا كلمنا على شوية زي نكتب الايميل ترجمة نانسي قنقر